التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية إيريفان مع الرئيس فهان خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزه السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية لأن السيد الرئيس أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث رحب الرئيس الأرميني في مستهلها بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس معربا عن تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي هذا بالإضافة إلى اعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين كما أشاد الرئيس الأرميني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها مؤكدا حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات فضلا عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها في تنفيذ المشروعات في أرمينيا في عدد من القطاعات التي باتت تتمتع فيها بتجربة ناجحة لسيما البنية التحتية والنقل من جانبه أعرب الرسيد الرئيس عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الأرميني مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الأرمينية المتينة والتاريخية خاصة في ضوء استضافة مصر لعشرات الآلاف من الأرمن الذين أسهموا في التطورات التي شهدتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية إلى جانب دورهم في إثراء المجتمع المصري كمكون فاعل ومنتج ومؤثر كما ثمن السيد الرئيس ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة معربا عن التقدير لمشاركة الرئيس الأرميني في القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي وهي المشاركة التي عكست قوة العلاقات بين البلدين ومؤكدا تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري أخذ في الاعتبار دور الآليات المؤسسية في تحقيق ذلك والمتمثلة في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت دورتها الأخيرة في ييريفان عام 2017 وكذلك منتدى رجال الأعمال الذي يساعد بدوره على التعريف بمجالات الاستثمار والتجارة المتاحة بين البلدين هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث أشاد الرئيس خاتوريان بالدور المحوري الذي تطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي كما تم تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس والرئيس الأرميني شهدات توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات وهي المجال العلمي والتكنولوجي وكذلك مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية هذا إلى جانب مذكرة التفاهم للتعاون المؤسسي في مجال الاستثمار وأعقب ذلك نعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين